أعلن أحسان العوادي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكال أنهاء تكليف رافل ياسين خضير من مهام إدارة ديوان رقابة المالية على خلفية تورطه بسرقة القرن ووفقا للأمر الديواني المذيل بتوقيع العوادي فإنه تقرر تكليف عمار صبحي خلف المشداني بمهام إدارة ديوان خلفا لرافل ياسين خضير بموافقة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وبحسب مصادر مقربة من السودان فإن إقالة رافل ياسين خضير جاءت لتورطه بسرقة القرن فيما عز الأمر الديواني أسباب الإقالة إلى مقتضيات المصلحة العامة